موسيقى مساء الخير وكل عام وأنت بألف خير إذا كانت المآسي تمددت على مساحة العالم سنة 2020 فهي توقفت مطولا بسوريا فاجتمعت التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصحية لتخلي معاناة السوريين بالداخل والخارج لا تطاق الوجع السوري توزع بال2020 على محاور المزيد من الموت والإصابة والنزوح واللجوء والاعتقال والاختفاء القصري وغيرها فيما بدى العالم غارق بمشاكله تاركا سوريا لمصيرة بها الحل الخاصة من الحكي سوري سنتوقف عند أبرز الأحداث العسكرية والسياسية والاقتصادية بسوريا سنة 2020 لكن السؤال الأهم الذي سنطرحه خلاله هو سوريا إلى أين بال2021؟ أبرحب بضيوفي بالفقرة الأولى من حلقة اليوم من عمان إسماعيل أيوب المحلل العسكري السوري ومن غازي عنتاب أحمد مظهر سعدو الكاتب الصحفي السوري وأبل ما أفضل نقاش مع ضيوفنا خلونا نستعرض أهم الأحداث بسوريا سنة 2020 بلشت أحداث هذه السنة بزيارة للرئيس الروسي فلادمر بوتن لدمشق واجتماعه مع بشار الأسد بمقر القوات الروسية بسبع يناير لتأكيد قوة النفوذ الروسي بسوريا وأبل نهاية يناير سيطر جيش النظام بدعم من القوات الروسية والميليشيات الإيرانية على مدينة معارة النعمان وقرى محيطة فيها بإدلب وذلك بعد أسبوعين من المعارك العنيفة بـ 8 فبراير واصل جيش النظام تقدمه في الشمال السوري ليسيطر على مدينة سراقب الاستراتيجية بإدلب كما سيطر على مدينة حلب وبعد بيومين فقط شن الجيش السوري غار استهدفة نقطة المراقبة التركية تبتناز ما أدى لمقتل عشرات الجنود الأتراك تركيا سارعت للرد بإطلاق عملية عسكرية بـ 27 فبراير في الشمال السوري سمتها درع ربيع واستهدفت بشكل رئيسي قوات سوريا الديمقراطية بـ 22 مارس أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من لبنان وبعد بأيام حدثت أول وفاة معلنة عنها بالمرض لسيدة بدمشق بـ 17 يوليو دخل قانون قيصر حيز تنفيذ يتفرض واشنطن على دفعات عقوبات طالت بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس وأبن حافظ إضافة لشخصيات وكيانات عسكرية واقتصادية وفي أكتوبر تجددت الاحتجاجات الشعبية الواسعة بدرعا بعد اغتيال القياد السابق في المعارضة المسلحة أدهم الكراد وعدد من مرافقيه وهو ما اتهم النظام بتدبيره وتنفيذه بـ 16 نوفمبر أعلن عن وفاة وزير خارجية النظام وليد المعلم عن عمر يناهز الـ 79 عام واحدا من أبرز الوجوه السياسية في النظام وتم تعيين فيصل المقداد مكانه وشهدت 2020 عدة اجتماعات للجنة الدستورية آخرها الجولة الرابعة اللي عقدت بجنيف بـ 1 ديسمبر وانتهت بدون إحراز تقدم بعدما أغرق النظام الاجتماع بالقضايا الخلافية البعيدة عن الدستور رحب فيك نضيوفي رحبنا معك سيد إسماعيل يعني بالمعنى العسكري ما أهمية التطورات العسكرية التي حدثت على الأرض في 2020 بسوريا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحية لك ولي كل مشاهديك الكرام حقيقة الأحداث العسكرية التي حدثت في هذا العام اقتصرت على تقدم نظام ووصوله إلى طريق 4 وم5 وذلك ضمن خطة اتفاق بين تركيا وروسيا بسوتي تقضي بأن تفتح هذه الطرق وأن يسيطر نظام على تسيير قوافله الاقتصادية وعليها وبالتالي حدثت هذه الأعمال العسكرية في شهر يناير وعقبها عملية درع ربيع كما ذكر تقريركم حيث تمادى النظام في الوصول أو الطموح إلى الوصول إلى ما بعد الخطة المتفق عليها مع الأطرابين الأتراك والروس وبالتالي قامت تركيا برد عسكري عنيف بعد أن استهدفت النقطة عسكرية تركية وراء ضحياتها حوالي 36 جندي تركي وكان نتيجة هذه العملية أن تكبد النظام وميليشياتي إيران وأفغانستان وغيرها خسائر فادعة وخاصة خسائر في صفوف حزب الله وبالتالي أعتقد أن ما خلى هذه الأحداث وأحداث طفيفة جرت في درعا في النصف الثاني من هذا العام تمثلت بالاغتيالات ومحاولة اجتياح الكرك الشرقي والوصول إلى تفاهمات ما بين الفيلق الثامن الذي يرأسه أحمد العودي الموالي لروسيا ومن بين قوات النظام والوصول إلى صيغة معينة تقضي بأن يكون النظام بتناول يدها الدخول إلى أي منطقة وملاحقة ما يسمونه الإرهابيين وأبرز تطور أعتقد في هذا العام هو نشر روسيا لنقاط عسكرية في حدود الجولان طيب سيد إسماعيل هناك الكثير من التفاصيل العسكرية التي حدثت في 2020 سيد أحمد ما هو صدى هذه الأحداث العسكرية التي حدثت في 2020 على المستوى السياسي من ناحية النظام وقبوله الجلوس على طاولة المفاوضات وخاصة موضوع اللجنة الدستورية كل التحية لك ولمشاهدين جميعا ونظيفك الكريم الحقيقة هذه الأحداث العسكرية التي جاءت متتابعة مع أحداث سبقتها في 2019 والتي أوصلت الحالة إلى أن يستطيع هذا النظام أن يسيطر على مدينة بحجم عرية النعمان ومن ثم يتابع إلى سراقب وهي مفصل رئيسي وعلى مفترق الأم أربعة والأم خمس وأيضا يسيطر عليها بهذه القوة استطاع من خلال ذلك أن يفرض حالات سياسية جديدة كما أنه أيضا عندما انتفج نفسيا إن صح التعبير ضرب المناطق أو القوات التركية وهذه خطيئة كبرى أوصلته إلى اتفاق خمس أو بروتوكول اتفاق خمس آذار الموقع بين الرئيسين التركي والروسي ومن ثم فأنتجت هذا الاتفاق الذي ألجم وضبط تقدم النظام إلى حده هذا صحيح أنه أعطى هذا الاتفاق خمس آذار إمكانية أن يكون الطريق أربعة بين اليمين والشمال ستة كيلومتر فارغة إلا أنه على أرض الواقع وكل الاختراقات التي اخترقها النظام لم يستطع أن يفرض نفسه أو أنه يعود إلى ما هو جنوب خط الأسراد حلب اللاذقية بين السراقب وبين أيضا اللاذقية لم يستطع ذلك لأسباب كثيرة منها أن القوات التركية استطاعت بخلال هذا واتكأت إلى ما أحدثها والنظام من ضرب لنقاطها استطاعت حقيقة أن تهيمن وأن يكون لها بدل النقاط الثلاثة عشر أن يكون لها نقاط تجاوزت ثلاثين نقطة ومن ثم عديد القوات التركية في إدلب والشمال أصبح يتجاوز العشرين ألف مدججين بأحدث أنواع الأسلحة إضافة طبعا إلى ما حصل خلال الفترة الماضية وإلى التفاهمات التركية الروسية فيما يتعلق في جل هذه المسألة والتي ما زالت حتى الآن تتراوح في مكانها وليس هناك اتفاق نهائي حولها لأن ما جرى في إدلب هو مسألة كبرى وحقيقة أن أقول أن من أهم ما حصل بالنسبة لألفين وعشرين بنسبة لأهالي سوريا في الشمال هو وقف إطلاق النار الاتفاق خمسي أزار الذي أدى إلى ما أدى لي بالرغم من أنه لا أمانة حتى الآن أن هذا النظام هل يمكن الأمان والعودة لمن نزحوا إلى الشمال الحدود التركية العودة إلى مناطقهم لا أمانة على الإطلاق وقد شهدنا خلال ما بعد هذا الاتفاق الكثير ومئات بل آلاف الاعتداءات على الأهالي وعلى المدنيين في أريحة وجبل الزاوية وفي غير مكان من الشمال السوري الذي يفترض أنه يدخل ضمن إطار هذه الاتفاقية خمسي أزار الموقعة بين بوتين وأردوغان لذلك أعتقد هذه من أهم النقاط الأساسية التي جاءت صحيح نتيجة الخسارة الكبرى طيب سيد أحمد أنا أيضا أريد أن أطرح سؤال على سيد إسماعيل بالعودة للحديث عن درعة تفضلت حضرتك أن شبهة الجنوب بقيت مشتعلة بالـ 2020 برأيك إلى أين ستكون بالـ 2021؟ أعتقد من خلال ما تحدث به السيد جيمس زيفري بأن خلال وجوده كمبعوث أو مسؤول عن القضية السورية في لدارة أمريكية قال بالحرف الواحد أنه نتيجة الضوطات الأمريكية سيبقى الوضع في الجنوب على ما هو عليه وأيضا في الشمال السوري على ما هو عليه وسوف تبقى القوات التركية في الشمال وسوف تبقى الوضع في الجنوب قائم لكن في الجنوب هناك خاصية أن اتفاق عمان 2018 بين إسرائيل وروسيا وأمريكا أعطى روسيا حق التصرف في الجنوب أو حق حماية الحدود الشمالية للجولان المحتل التي تحتله إسرائيل وبالتالي الاختراقات الإيرانية من خلال ميليشياتها التي تغلغلت في ضمن الجيش ما يسمى بالجيش السوري ولبست لبوس الجيش السوري وأصبح عناصرها يحملون هويات عسكرية سورية لم تستطع روسيا لجم هذه الميليشيات التقدم إلى القسم المنزوع السلاح من الجولان المحتل ومطالبة إسرائيل بأن تبقى هذه الميليشيات بعيدة 80 كم وبالتالي نتيجة استطلاعات القوية للدولة العبرية والتنفيذ ضربات عديدة على هذه الميليشيات ضغطت على روسيا بأن إذا لم تقم روسيا بلجم هذه الميليشيات سوف تكون إسرائيل برفع الغطاء عن أي ضربات عسكرية أو توغلات عسكرية في تلك المنطقة وبالتالي بادرت روسيا في الأيام الأخيرة أعتقد منذ عشرة أيام حتى الآن إلى وضع نقاط عسكرية على الحدود تماما وهناك حديث عن إنشاء ما يسمى ميليشيا أو التنظيم عسكري يكون تابع لروسيا والإسرائيل بمنأة عن الإدارة في دمشق أو عن السيطرة لدمشق لحماية هذه الحدود وبالتالي كما تعلمون أن الأمر السوري خارج عن إرادة السوريين سواء المعارضين أو سواء بشار أسد في قصر الشعب في دمشق والله ما جدا مهمة سيد إسماعيل التي تتحكم بالقرار السورية التي تتحكم بالمسألة السورية سيد أحمد هل من المتوقع أن نشهد انحسار للوجود الإيراني في سوريا في 2021 بناء على توفقات الدولية الموجودة؟ نعم أنا أعتقد أن المسألة بالنسبة للوضع الإيراني في الجغرافيا السورية سوف تتغير في قادم الأيام وخاصة مع إدارة أمريكية جديدة تتحدث عن إمكانية إعادة الانتفاق النووي بمعنى آخر أن التمدد الإيراني في المنطقة ومنها الجغرافيا السورية سيكون مقيدا وسيكون محددا بناء على توفقات جديدة فيما لو تم العودة إلى اتفاق 5 زائد 1 حقيقة هذه المسألة ستكون على أجندة الإدارة الأمريكية والإسرائيليون نعلم تماما أنهم يهتمون كثيرا للوضع الإيراني والجغرافيا الإيرانية الجغرافيا السورية والسيطرة الإيرانية على الجنوب خاصة وعلى جل الجغرافيا السورية حقيقة البوكمال وغيرس بوكمال وحلب أيضا أعتقد أن هذه المسألة ستشهد تغيرات جديدة أنا لست متفائل كثيرا من أن الإيراني سيخرج خلال السنة القادمة من سوريا كلية لكنه بكل تأكيد سوف يقوض وضعه خاصة كما قلت فيما لو عادت أمريكا الإدارة الجديدة إلى اتفاق النووي وهذا سيفرض بالتأكيد ما لها وما عليها الإيرانيون سيقوض وجودهم ولن يكون لهم ما يريدون فيما لو استمروا بالانفلات الكل في الجغرافيا السورية والهيمنة على كل سوريا كما هم يفعلون اليوم وأيضا على العراق وعلى جملة المنطقة لذلك أعتقد أنه سيكون هناك تغيرات وهذه المسألة الأيام القادمة ستقول ذلك وقد أعلن أكثر مسؤول أمريكي ومنهم جيفري يشير إلى ذلك ويؤكد على أن هناك تغيرات قادمة وأيضا الإسرائيليون قالوا بأنهم قد انحسروا الوجود الإيراني في الجنوب حسب تصورات إسرائيلية ومتابعات استطلاعية إسرائيلية سيد إسرائيل هل تتوقع أن يكون هناك تغيير في الاستراتيجية العسكرية في سوريا وإذا كان هناك فما هي الاستراتيجية الجديدة لل2021 أختي الكريمة نعتقد أن الاستراتيجية العسكرية موجودة في سوريا تتحكم فيها أقوى دولة في العالم وهي الولايات بالتحدي الأمريكية وهذا لم يعود خاف على أبسط محل العسكري أنهم تعلمون الآن هناك منطقة 55 تحت سيطرة الأمريكان منطقة الحسكية تحت سيطرة الأمريكان وقوات القسد هناك أكثر من 10 ألاف كيلو متر مربع تسيطر عليه تركيا الجنوب خارج عن سيطرة النظام بنسبة 50% وبالتالي كما قال الزميل إذا كانت سياسة الرئيس بايدن المستقبلية في أجندتها إنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذه الأزمات الإنسانية وإنهاء نظام حكم بشار الأسد أو غيره أو الانتقال إلى مرحلة أخرى سيتم ذلك لكن إذا كانت الرؤية العالمية أن تبقى حمى هذا الصراع موجودة في سوريا سيد إسماعيل ما هي توقعاتك لتغيير شكل العلاقة بين سوريا والتركيا في 2021؟ سوريا والتركيا العلاقة الآن كما ترون سيئة جدا وذلك كما قلت نتيجة فقدان النظام لقرارها السياسي والعسكري وأيضا وضع نفسه أو حشر نفسه بزاوية السيطرة الإيرانية والروسية لذلك ليس له مكان التوافقات إذا جرت بين سوريا والتركيا سوف تجري عبر أجندة دولية أما عبر الروس أو عبر المجموعة التحالف الدولي الأمريكان والأوروبيين أما النظام يعني علاقاته مع تركيا علاقات سيئة ولا يمكن أن تتصلح ما دام أن أكثر من خمسة ملايين سوري مهجرين داخل تركيا وأيضا على الشريط الحدودي هناك حوالي أربعة إلى خمسة ملايين يعني ليس هناك أفق لعودة العلاقات بين سوريا والتركيا ما دام الأمر على هذا المنوال سيد أحمد بالعودة إلى الموضوع الداخلي السوري برأيك كيف ستجري الانتخابات الرئاسية وماذا ستكون نتائجها وانعكاساتها على المشهد السياسي السوري يعني خلال مؤتمر اللاجئين الأخير العقد في دمشق الروس أعلنوا أنهم بشكل من الأشكال موافقين على إجراء انتخابات طبيعية وعادية وبالتالي أعادة انتخاب وتدوير بشر الأسد مرة أخرى المسألة ليس هناك تغيرات كبرى في المنطقة وفي الإقليم توحي بأن هناك حالة انتقال سياسي إذا كانت الجولات الأربع حتى الآن اللجنة السورية لم تنتج ولا تؤتي أو يؤكر حتى الآن والخامسة العفس المنوال كيف يمكن أن نتحدث عن انتقال سياسي وبالتالي انتخابات حرة ونزهة ليس هناك انتخابات حقيقية في سوريا بوجود أربعين فرع للأمن العسكري والسياسي والأمن الدولة وإلى آخره ليس هناك إمكانية على الإطلاق سيجر الناس وستعاد انتاج الانتخابات السابقة بقماءتها وبلا ديمقراطيتها كما كانت وبالبستار العسكري كما يقال لأن الناس حقيقة وأمام الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشينها ليس لهم أي إمكاني حالي التحرك هناك من يعول على انتفاض ما بالساحل السوري أنا لا أعتقد أن المسألة هي قابقة وسنة وأدنى ما زالت صحيح أمور المعاناة كبيرة في سوريا في الداخل نعم ولكن سيد أحمد هذا لن يلغي وجود الانتخابات المزمع عزمها قريبا فبرأيك كيف ستنعكس على المشهد؟ نعم بالتأكيد ولا أي انعكاس أنا أعتقد أن المسألة بالنسبة للواقع السوري اللا انعكاس هي روتينية ستأتي وستعيد تدوير بشر أسد كما كان وليس هناك أي تغير ولا احتمالات تغير على الإطلاق لأن ما أنتجه الواقع السوري خلال المفاوضات السورية وحتى قبل ذلك في جينيف لا يحب أن هناك تغيرات ما ولا يحب أن هذا النظام قابل أصلا للتغير من داخله بالتأكيد ليس هناك وأيضا الإدارات الأمريكية المتتابعة لم تنتج ضغطا حقيقيا جادا خلى قانون قيصر طبعا لا شك الشعب السوري يقدر موضوع قانون قيصر ويعتقد أنه سيساهم في تقويض هذا النظام على المدى المستقبلي لكن قانون قيصر وكعقوبات مستمرة لا تسقط نظاما بل تقوض وضعه ستدفعه إلى أن يأتي إلى الإدارة الأمريكية وإلى الغرب زاحفا منبطحا كما يقال هذا النظام سوف يستمر بهذا الشكل لأنه لا جدية حقيقية دولية ولا إقليمية لإزاحته بل تترك الأمور حاليا كورقة للروس ليلعبوا في الواقع السوري كما يريدون وليس هناك دفعا حتى بعد قمة السينكي بين بوتين وترام لم نشهد تغييرا حقيقيا حتى بعد القمة الأمنية في القدس المحتلة بين رؤساء الأمن الأمريكي والروسي والإسرائيلي لم نشهد تغييرا حقيقيا من أجل تقويض أركان نظام خلا كما قلت قانون قيصر الذي سيساهم في تقويضه ولكن على المدى الطويل وسينعكس بشكل من أشكال على الواقع السوريين بكل أسف في الداخل السوري الذي يسيطر عليه النظام سيد اسماعيل ما هي التغييرات المتوقعة للتعامل مع الكتاب الموجودة في شمال مثل هيئة تحريج الشام وغيرها هل هناك تغييرات أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه يعني أعتقد هذا الفصيل هو موجود كشمعة تارة يسمونه تنظيما إرهابيا تابعا للقاعدة ومؤخرا لم يصنف كتنظيم إرهابي هناك حراس الدين الذي انشق عن تنظيم وتحصل بينه بين الفينة والأخرى اقتتالات بينه وبين تحرير الشام لكن أعتقد عندما يكون الأمر جاهزا لإنهاء هذه المسألة السورية برمتها سوف يتم التعامل مع هيئة تحرير الشام كحركة إرهابية وبالتالي إما أن تحل نفسها وتسلم نفسها سواء للسلطات التركية أو سلطات دولية أو يتم قصفها بالطيران أو بباقي أنواع الأسلحة وهذا أمر سهل وكافة مناطقهم معروفة للقوى المتصارعة في سوريا دعوني أرجع لسيد أحمد سيد أحمد 2020 لم يكن عام سهل بالنسبة لإتلاف السوري برأيك هل سيعمل أي طرف من المعارضة السورية على إعادة هيكلة الإتلاف أو تحسين صورتهم أو إعادة ثقة الشارع السوري في المرة الثانية لا شك أن ما جرى خلال الأشهر الأخيرة والشهرين الأخيرين بالنسبة للإتلاف لم يكن سهلا ولم يكن إلا من جملة الأخطاء التي تراكمت وأنتجت ما أنتجته بمعنى آخر ما أخطأ به الإتلاف مؤخرا بإصدار تشكيل مفوضية للانتخابات كانت خطيئة كبرى أدت إلى ليس فقط انحسار الناس عن الإتلاف بل إلى إعادة تفكير بهيكلة جديدة للمعارضة برمتها وهناك اليوم التفكير الكثير بين هنا وهناك من المعارضات الأخرى من أجل إنتاج شيء جديد ولكن هل الواقع الإقليمي يسمح بذلك؟ أنا لا أعتقد أن الواقع الإقليمي حاليا يسمح بإنهيار كله للإتلاف ويعادة إنتاج شيء جديد وإنما إن نشأه كيام ما سواء كان في إطار الخليج بمعنى برعاية خليجية مصرية إلى آخرية أو حتى في أطر أخرى سيكون متابعا ومساندا في لحظات وأيضا موازيا إذا صح التعبير للإتلاف لن يكون هناك إمكانية حتى الآن على الأقل من أجل إعادة صياغة إتلاف جديد وإن كنا فيما لو حصل هذا التقارب الأخير الخليجي بين قطر والسعودية وأيضا بين السعودية وتركيا إذا حصل هذا التغير الجديد وكان جديا فعلا وتم الخطوات به باتجاه الأمام قد يعاد إنتاج هيئة مفاوضات جديدة وبالتالي الإتلاف هو جزء من المعارضة وليس كلها ولكن هيئة مفاوضات المختلفة عليها والتي ما زالت حتى الآن تعثر في الأكمي وفي الوهدي كما يقال يمكن أن يعاد تشكيلها من جديد وأن يكون هناك توافق قطر سعودي تركيا على هذا التشكيل وأعتقد أن أيضا الإدارة الأمريكية يمكن أن تلعب الدور الأكبر في ذلك لكن حتى الآن لا يوجد إمكانية اليوم مع كل الأخطاء التي كما قلت الفادحة التي ارتكبها الاتلاف لا يوجد ما هو بديل يطول الحديث كنت متمنى أن أطرح العديد من الأسئلة لسا على موضوع مختلفة ولكن داهمنا الوقت بشكر إسماعيل أيوب المحلل للعسكري سوري وأحمد مظهر سعدو الكاتب الصحفي السوري أزمات اقتصادية خانقة شهدتها سوريا سنة 2020 فهل لح تنحل أم رح تشتد بال2021؟ هالسؤال رح نرجع لبعض الفاصل فاخليكم معنا أهلا بكم أمن الجديد 2020 عام الطوابير في سوريا الطوابير كانت ترجمة لأزمات اقتصادية كبيرة وقديمة لكنها زادت وتوسعت بسبب عوامل كثيرة من حلب وأدلب إلى درعة مرورا بدمشق وكل المدن والمناطق السورية زادت هالأزمات الاقتصادية الكبيرة معاناة الناس بسبب الحرب وانعدام الأمن عانى المواطنون السوريون من أزمات متتالية في 2020 أبرزها أزمة الخبز التي احتدمت في أبريل بعد أن عجز نظام الأسد عن توفير كميات كافية من مادة الطحين لينقل الأزمة للمواطنين عبر تقليص حصة الفرد من الخبز واعتماد البطاقة الذكية للحصول عليه وهو منتهى إلى ظهور ما بات يعرف بطوابير الخبز أنا جيت من الساعة 4 الصباح من الساعة 4 الصباح بدي أظل وقف 4 ساعات يا أحوش يا ما أحوش يا أحصل خبز يا ما أحصل وفي سبتمبر تجددت أزمة الوقود بعد انقطاع الإمدادات من إيران وروسيا ليختفي البنزين والديزل من محطات التعبئة بالتزامن مع إجراءات تقنين قاسية اضطرت المواطنين للوقوف في طوابير أيضا للحصول على لترات قليلة أو شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة أنه من مبارح الساعة 12 إلا ربع وقفين على الدور وصلنا على المحطة متفاجأ أنه خالص ما فيه بنزين كذلك واصل سعر صرف الليرة السورية انهياره خلال 2020 ليسجل متوسط صرفها 2500 ليرة للدولار الواحد الأمر الذي نعكس على القدرة الشرائية للمواطنين هو أسهم مع عوامل أخرى في اندلاع احتجاجات مطلبية امتدت من درعة إلى الشمال السوري العام 2020 شهد أيضا مزيدا من التراجع في توزيع المساعدات الإغاثية على النازحين واللاجئين السوريين نظرا لنقص تمويل المنظمات الإنسانية أو عرقلت عملها من قبل بعض أطراف الصراع أو بسبب ظروف الحرب ووباء كورونا اقتصاديا أيضا فرضت الولايات المتحدة وأوروبا المزيد من العقوبات على النظام السوري ودخل قانون قيصر حيز التنفيذ في شهر يونيو لتطال عقوباته عدد من الشركات السورية ورموز النظام وشخصياته مثل أسد وزوجته وابنهما حفظ ومعنا من غازي عنتاب مرشد النايف الصحفي الاقتصادي السوري برحافيك معنا سيد مرشد يعني وصف هذا العام بأنه عام الطوابير في سوريا ما هو الفرق بين 2020 وغيرها من السنوات التي أيضا شهد فيها الشعب السوري الأزمات الاقتصادية المتعبة مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين يعني في تقدير أن الأزمة السوريين ومعاناة تعمقت وأصبحت أكثر حدة عن عام 2020 2020 نعم هو عام الطوابير بامتياز جراء السياسات الاقتصادية الفاشلة للإدارة الاقتصادية في نظام الأسد ومع الأسف الشديد كل ذلك أنتج أو دفع بمئات الألوف من السوريين إلى براث الفقر مجددا جراء انعدام فرص العمل وطبعا جراء انعدام السياسات لحماية هؤلاء الفقراء يمكن إجمال 2020 بأنه عام الإفلاس الاقتصادي بكل ما تعني الكلمة من معنى ليس هناك كفاية في السوق المحلية لا من القطع الأجنبي ولا من الدقيق اللازم للخبز ولا حتى من مشتقات النفط لمواجهة هذا الشتاء القارس في الداخل السوري في الإجمال يمكن القول أن نظام الأسد سقطت الورقة الأخيرة اقتصاديا عنه في عام 2020 كما تفضلتم في التقرير قبل قليل هناك أكثر من اختناقة اقتصادية تعمقت خلال 2020 ولم يستطع نظام الأسد حل حالتها أو حتى على الأقل إحراز نجاحات وانطفيفة فيها على سبيل المثال موضوع البطاقة الذكية والسكر والرز كل ما استطاع فعله خلال الفترة الماضية هو تقليص مدة توزيع السكر والرز من أربعة أيام إلى يومين طبعا ذوري للي تجيون رسالة على موبايلات وعام جفاف اقتصادي بكل ما تعني الكلمة طيب سيد مرشد إذا تفقنا حول ما تفضلت فيه بأن النظام هو المسؤول الأكبر حول الأزمة الاقتصادية التي عانى فيها الشعب في 2020 ولكن السؤال يترح نفسه هل هناك ما يمكن لهذا النظام أن يفعله لإخراج السوريين من الأزمة الموجودة حاليا؟ في تقدير الشخصي أنا ليس هناك يعني ليس بيده أي حيلة أو أي قدرة على إخراج السوريين من ما هم فيه يعني على سبيل المثال في الوقت الذي يجب أن تتوافر جملة من التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة التي تراعي ظروف التدهور الاقتصادي نجد أن النظام الأسد يبالغ في تلك الإجراءات التعسفية قبل يومين تحديدا طلب اتحاد غرف الصناعة السورية من حاكم المصرف المركزي رفع السقف المبالغ المالية المحولة بين المحافظات من 5 ملايين بشهر 6 أو حاليا إلى 25 مليون رفض حاكم سوريا المركزي كل ما استطاعت شبكات التدخل لتوفير المواد الأساسية للسوريين اقتصرت فقط لا غير على التقليص المدى كما سبق وقلت قبل قليل مدى التوزيع الرز والسكر من أربعة أيام إلى يومين فقط لا غير لم يفعل على سبيل المثال إلى زيادة منافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة من 84 حاليا في دمشق وريفة إلى 200 أو 300 أو 400 أو 500 بما يخفف من غلواء الطلب على هذه السلعة طبعا في هذا السياق يمكن الإشارة الجادة إلى أن الحليفين الروسي والإيراني لا يلتفتان على الإطلاق إلى إخراج الأسد من هذه الأزمة الخانقة فالإيرانيون أوقفوا منذ عام 2018 ما يسمى بخطوط الاعتمانات التي كان قوامها تقريبا بحدود السبعة مليارات درر في حين أن الروس بعيدون كل البعد على سبيل المثال عن إصلاح وترميم وإعادة تأهيل منشآت الكهرباء والنفط والغاز بذرية أن خارج سيطرة نظام الأسد حتى الآن لم تلامس التدخلات الإيرانية الروسية سوى الجانب العسكري فقط لا غير ولم تلتفت نهائيا لا من قبل ولا حاليا ولا أعتقد في المستقبل إلى التخفيف من أعباء المعيشة الجاثمة على صدور السوريين طبعا ناهيك عن المولدات الداخل السوري من عجلة الاقتصاد إلى الاستثمارات الخارجية المتراكمة طيب سيد مرشد هل من الممكن لهذه الضغوط والعزلة الاقتصادية يدعم يعيش النظام السوري اليوم والعقوبات المفهودة عليه مثل قانون قيسر والعقوبات الأوروبية من جهة أخرى أن تدفعوا باتجاه طاولة المفاوضات وأن يكون أكثر تلبية للمطالب لإيجاد حل سياسي حقيقي في سوريا يعني أنا ممن يميلون إلى الاعتقاد بأن الأنظمة المستبدلة لا تؤثر فيها العقوبات على الإطلاق في عدة تجارب دولية العقوبات فشلت في إحراز أي هيك زحزحة أو أي تحريف الملفات السياسية المستعصية على إطراق النظام الأسد لربما يكون سعيدا يعني وهو يرأى السوريين يعني يقفون هيك في طوابير طويلة لحصول على ربط الخبز بالعكس أنا أرى أن العقوبات لن تغير شيئا لأن النظام الأسد لم يغير في سياساته يعني بمعنى أن العقوبات تؤثر حاليا على السوريين لكن ليس ذلك يعني وارضا ضمن حسابات الأسد العقوبات أثرت نعم على سلاسل التجارة في الإجمال العقوبات كان لها مفاعل سلبية جدا على حركة الصادرات السورية يعني من تقريبا 8 مليارات دولار لل700 مليون فقط لا غير بال2018 كذلك هذه العقوبات جففت أو قطعت لنقول قطعت الطريق على كل من يفكر في تقديم يد العون لنظام الأسد واليوم قبل أن أدخل الأستوديو غردت السفارة الأمريكية في دمشق أن عدد من فرضت عليهم عقوبات منذ سيزر منذ فرض عقوبات قانون قيسر وحتى الآن بلغ 90 شخصا وكيانا على ما يعني ذلك من أن واشنطن جادة في هذا الجانب طبعا نظام الأسد يعني لم يكن وديعا قبل العقوبات ولم يفكر في التخفيف من أعباء السوريين قبل العقوبات ولن يفكر لا حاليا ولا مستقبل يعني من يجير كل موارد الاقتصاد السوري فقط لقتل السوريين هذا لن تؤثر ولن تثنيها العقوبات الأمريكية الأوروبية موال الأسد في واد آخر ويغرد خارج السرب الإنساني سيد مرشد ما هي توقعاتك للـ 2021 من ناحية الاقتصادية هل سيكون هناك تغييرات أو انفتاح أو انفراجة أو حتى لو كانت طفيفة على السوريين في العمل المستقبل والله يعني أنا أريد أن ترتفع المعاناة عن أهلنا في سوريا في هذه اللحظة لكن مع الأسف شديد يعني وفق المعطيات الحالية المعطيات الحالية يعني من قبيل مثلا إنعدام الصادرات إنعدام ثقة الناس في قدرة نظام الأسد على تحسين أحوالهم المعيشية جفاف الموارد التقليدية لقطاع السياحة للتفقات الاستمارية الخارجية لصادرات النفط كل ذلك يشير تمام طبعا كل ذلك أدى إلى التدهور السريف في سعر صرف أيليرا السورية أنا أقول أن هذه مؤشرات أولية تفيد ببقاء حالة الاستعصاء الاقتصادي كما حالة الاستعصاء السياسي على حالها على الأقل خلال العام المقبل وأتمنى وأن أقول ذلك أن يحدث طارئا فيغير هذه المعادلة وتقلب من السالب إلى الإيجاب لكن في المدى المنظور وطالما أن الأزمة اللبنانية تتعمق يوما بعد يوم على ما تمثله بيروت أو على ما يثله لبنان من رئى اقتصادي لنظام الأسد بالإضافة إلى عوامل الجفاف الداخلية والفساد المستشري في جميع مفاصل نظام الأسد أنا أقول نعم أن الأوضاع الاقتصادية المتردية ستبقى على حالها ولربما تتعمق أكثر بيعني نظام الأسد يقرن الشيئين مع بعض يقرن شح الموارد الداخلية مع فساد إداري يعني غير مسبوك على الإطلاق وطبعا إدارات اقتصادية نعرف كيف تعين تعين عن خدمة النظام بعيدا عن أي أجندات من شأنها فعلا فعلا تحقيق نمو داخل الاقتصاد المتهالك وطبعا بما يخفف من غلواء المعيشة عن المواطنين السوريين أقول ذلك طبعا مع الأسف الشديد متمنيا حقيقة أن يطرق خلال هذه اللحظة أي طارق من شأنه يعرفع هذه الغم لكن طالما بقي نظام الأسد في هذه السياسات يعني الطاردة أو المعززة للفقر تمام المعززة للفقر والطاردة لأي محفزات نمو ستبقى الأمور على حالها نتمنى أفضل أكيد لأهلنا بالداخل السوري بشكر مرشد النايف الصحفي الاقتصادي السوري مطالب وتمنيات وأمال السوريين وفرص تحققها بالـ 2021 موضوع التالي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد بها الفقرة من الحكي سوري رح نتوقف عند مطالب السوريين وأمنياتهم للـ 2021 بعد ما خذلهم عام 2020 بتحقيقة والأسيما منها انتهاء الحرب والعودة لبناء سوريا أفضل لكن قبل ما نناقش إمكانية تحقيق هالمطالب والآمال خلونا نتابع بعض بهالمقابلات مع عدد من النازحين السوريين بالنسبة لعام 2020 كان يعني عام صعيب على الجميع كل هاتنا نزحنا من بلادنا أساء حقيقي كانت من بداية عام 2011 حد لها فنسأل الله أنه على العام الجديد يكون أفضل بالنسبة للسوريين الصعب أحدث كان علينا هو أنه نتهجرنا من بلادنا وصلنا ناسحين يعني بطالي، تعب، نزوح، أرهاء، تعب للعالم، تعب للدنيا، للأطفال نتمنى من الدول الداعمة للسراء أنه توقف معناه وتدعمنا الصدق أبرز أمليا أن نعود كافة المهجرين، كافة النازحين إلى ديارهم أن نعود عودة بإذن الله عزيزة بالنسبة لي كطالب أنا كانت بالنسبة لي أنه أخلص جامعة أخلص من السنة الأولى وأنا هلأ أصبت في السنة الثانية سنة التخرج يعني إن شاء الله بتكون 2021 أحسن من 2020 وتتحسن الأمور والله يكن بتمنى يعني أنه تنتهى الحرب وترجع سوريا مثل قبل وأحسن أنه يتحقق حلمنا اللي طلعنا مشانه وهدفنا اللي طلعنا مشانه إن شاء الله هلأ على الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأمريكية بتوقع العالم يلتفت في 2021 إن شاء الله سيكون ورح تنتصر الثورة وما رح يضم لا بشار الأسد ولا أتباعه وبينضم إلنا من إسطنبول يأسر بدوي الكاتب الصحفي السوري برحب فيك معنا سيد ياسر ربما بلغت معاناة اللاجئين والنازحين السوريين أوجب 2020 ما هو أبرز أسباب معاناة لها سنة تحديدا يعني أولا تحية لك والمشاهدين الكرام يعني أبرز تعييق خلينا نقول معاناة النازحين في هذا العام كما في الأعوام السابقة حقيقة هي معاناة الأولا الهجرة عن البيوت الابتعاد عن البيوت هو الضحايا الذي وقعوا لهؤلاء تركهم لبيوتهم تركهم لأعمالهم الوقائع التي فرضتها الدول التي استضافت هؤلاء النازحين هذه الوقائع كانت ضاغطة جدا على النازحين وعلى هذه الدول أيضا وبالتالي حدث نوع من التماس ما بين ثقافات وما بين حاجات اقتصادية وثقافات وكل هذه الأمور خلقت معاناة لده هؤلاء النازحين سواء كانوا في الداخل السوري في الداخل السوري حيث يتواجدون في المخيمات لا يوجد أدنى شروط الحياة متوفرة هناك وكما نعلم في فصل الشتاء يعيشون بين المياه والطراب وإضافة فضلا عن ذلك الحاجات الأساسية من المأكل والمشرب وغيره والتعليم وغيره غير متوفر في هذه السنوات القادمة هو ازدياد الأعداد ربما الإضافة التي كانت كبيرة جدا وهي الهجمة الوحشية التي قامت بها روسيا والنظام وإيران والميليشيات الإيرانية على جزء كبير من شمال حمى وجنوب إدلم وبالتالي هجرت المئات الآلاف الجدد من الناس فكانت هذه الإضافة للمعاناة السابقة أن هناك مئات الآلاف أضيفه إلى الذين كانوا نازحين في السابق هذا في الداخل السوري وطبعا الأسباب كثيرة يمكن أن تعد ولا تحصى ولكن أيضا في بلدان النزوح في تركيا في الأردن في لبنان في أوروبا في جميع بلاد العالم لعلنا لو نظرنا هناك كما قلت أنا تضارب ما بين السقافات والحاجات وطرائق التفكير وكل هذا شيء وأيضا المعاناة المالية ولكن اسمحي لي فقط بجملة أخيرة أن أقول لك أن هناك المعاناة الكبيرة التي بات النازحون والمهجرون يبحثون عنها وهي قضية الهوية التي افتقدوها والتي يريدون العودة إليها ويريدون أن يكون أطفالهم وأولادهم يحملون هوية إنسانية معينة التي كانت متوفرة أو التي تتوفر لأي إنسان في وطنه وبلده سيد ياسر ما بدأ تزايد العنصرية ضد اللاجئين بالحديث عن اللاجئين السوريين ما بدأ نسبة زيادة العنصرية ضدهم في 2020 حقيقة أنا ليس لدي مؤشرات وليس لدي معطيات وهذا الموضوع بالذات يخضع لنقل التقلبات أكثر منه لدراسات حول هذا الموضوع العنصرية لا نريد أن هناك عنصرية سياسية على سبيل المثال في لبنان ما يحدث للمهجرين هناك والنازحين هو قضية سياسية لها علاقة بحزب الله وعلاقته بالدولة لبنانية وعلاقته بنظام الأسد والإجرام الذي قام به فبالتالي يكون أي مضايقات لهؤلاء النازحين هي تنبع من حالة سياسية هذه الحالة العنصرية لا نجدها في الأردن على سبيل المثال أو في مصر في تركيا اختلاف السقافة معينة الخوف لدى الأتراك من هذه الأعداد الضخمة يعني اليوم هناك أربعة ملايين سوري أصبحوا في تركيا هناك أحياء كاملة في الفاتح وغيره أصبح الوجود السوري كبير جدا فيه إضافة للوجود العربي وبالتالي هؤلاء النقاط كما أنا أبحث عن وطن وكما أنا أبحث عن عودة وعن حقوق هؤلاء بدأ ينتابهم شيء من الخوف والقلق على مأصير إضافة إلى هذا هناك يعتبرون منافسة في فرص العمل يعتبرون منافسة في فرص التعليم في كل جميع الفرص التي توفرها لهم الدولة وبالتالي هذه عوامل موضوعية ربما تنتج حالات قاسية في بعض الأحيان بحق المهجرين والنازحين وكما قلت لك وأقول وأعود قضية الهوية وهي رقم واحد هي قضية اللغة على سبيل المثال لا يسر أي تنازح أو أي أنسان هجر إلى بلاد الاغتراب أن يتخلى عن لغته وعن هويته وعن ثقافته له ولأولاده ولأجيال مستقبلة وهذه أيضا من أحد العوائق الكبيرة إضافة إلى العائق الكبير وهو العائق المادي والمصير المجهول الذي ينتظره صحيح وعلى ما يبدو هناك تديقات أيضا يعني يعني يعيش اللاجئين السوريين برأيك هل سيؤدي هذا الوضع الذي يعانه فيه من عودة طوعية من قبل اللاجئين خاصة الموجودين بدول الجوار إلى سوريا شخصيا لا أعتقد أن هناك أي عودة طوعية ولا حتى لو تمت في الإجبار ربما يصبح هناك حالات سيئة جدا لماذا لأن قراءة المشهد السياسي وانعكاسه على المشهد الآمن الذي يمكن أن يوفر للإنسان في حياة حرة كريمة هو غير متوفر وجميع القراءات السياسية اليوم التي تصل إلى السوريين بشكل أو بآخر وتحديدا ما سيحدث في العام القادم في حزيران القادم عادة انتخاب المجرم بشار الأسد وروسيا تشتغل على هذا الموضوع بشكل كبير وتوافقها إيران في هذا الشأن والموقف الدولي ليس حازما كما هو معلوم كل ما هناك أنهم لا يعترفون في الانتخابات ولكن هذا الموضوع لا يكفي بشار الأسد هذا مجرم لا يهمه سيأخذ البلد باتجاه دولة مارقة وليبقى من يبقى في الخارج وليبقى من يبقى في الداخل جائعا وتائعا وكل هذا لا يعنيه في شيء المهم أن يتحصل على فترة رئاسية جديدة وبالتالي يفاوض العالم عليها وبالتالي هذه المعطيات والقراءات السياسية لا تجعل لأحد يفكر ولكن الجميع أصبح يبرمج حياته ومستقبله على البقاء لمدة ثانية يعني ليس سنة ولا سنتان في البلد الذي هو فيه ويفكر في طرائق للعمل والتعليم وغيره تعينه في السنوات القادمة لاحظنا خلال 2020 هناك نوع من خيبة الأمل لدى السوريين الموجودين في الداخل وأيضا في الخارج من التقاعص بالأداء المنظمات الإغاثية ومنظمات حقوق الإنسان بلأيك ما هو سر تراجع الدعم اليوم إلى اللاجئين والنازحين السوريين يعني حقيقة أو أولا حجم النزوح وحجم المحتاجين للمساعدة حسب أرقام الأمم المتحدة سواء كانت في المحرر أو سواء تحت قبضة النظام أو في بلدان الأعداد كبيرة جدا إضافة إلى ذلك هناك أيضا قضية ثانية مرتبطة به هي بعض التلاعب الذي يتم على سبيل المثال عند النظام الهبات ومساعدات الأمم المتحدة تستلم أسماء الأسد عبر مؤسستها وبالتالي تذهب إلى القتل وإلى الجيش وإلى المجرم ولا تذهب إلى مستحقيها وأيضا هناك تلاعبات على الطرف الآخر هذا موجود النقطة الثالثة وهي هذه مشكلة حقيقة ومشكلة سياسية كل شيء يعود للمشكلة السياسية قضية التصنيفات الإرهابية التي ما زالت معمولة في الأمم المتحدة هذه التصنيفات جعلت العديد من الدول والمساعدات وحتى الأفراد والمنظمات الخيرية وغيرها تنكفئ بنفسها عن تقديم المساعدة خوفا من الاتهام بأنها تقدم إلى منظمات إرهابية أو إلى أشخاص إرهابيين النقطة الثالثة أيضا إلى الآن يعني الولايات المتحدة وعدت بأن تزيل أو تستسني منطقة إدلب المحرر في إدلب ومحولها وفي منطقة درع الفرات ومنطقة شرق سوريا التي تسيثر عليها قسد أن لا تطبق عليها قانون قيصر وبالتالي يمكن أن يدخل إليها المساعدات إلى الآن لم يتم ولكن هناك وعد في هذا الموضوع يعني هذه جملة من الأشياء التي تعيق العمل الإنساني إضافة ربما الدول المانحة التي كانت تعقد سنويا أصبح لديها كانت تعتقد أنه ربما سنة وسنتان تستطيع أن تقف الذي يقدم دعم كان يقول أنني أنا هنا ولكن عندما طالت المدة إلى هذه السنوات وليس هناك منظور وليس هناك مؤقت زمني وليس هناك شيء في المستقبل القريب جعلت العديد يبدأ حصيلته المالية أن يبحث كيف سيحافظ عليها ولا يضعها هنا وهناك وبالتالي هذه العوامل كلها تتبع التقصير في منظمات الأمم المتحدة والتلاعب وغير كله يتبع إلى أن هناك رأس أفعى موجودة في دمشق يجب إزالتها حتى تعود الأمور إلى نصابها ولو يعد ينتظر الإنسان السوري أن يقدم له رغيف الخبز من هناك ومأوى من هناك وحزاء من هنا طيب سيد ياسر هل تتوقع بأن تتحقق الأمنية البسيطة التي كان يتمناها اللاجئين السوريين وهو العودة إلى سوريا في 2021 يعني الحقيقة أي حديث عن خارج القضية الأمنيات والأحلام أصبح لكل سوري سيكون مشكلة وحتى في حديثنا أحاديثنا الإعلامية وفي أحاديثنا الشخصية نركز على هذه النقطة لأن الواقع أليم جدا علينا أن نتمسك بالأحلام هي أحلام تراود الجميع تراود كل سوري بأن يعود إلى بيته وألا بلده وأن يخلص من هذا الكابوس وهذا الإجرام الذي لم يره في حياته وهذا الموضوع حقيقة القراءات السياسية لكن المؤشرات السياسية والقراءات السياسية لما سيحدث في العام القادم لا تبشر بخير أبدا فالجميع يعني اللغة التي يتم التحدث عنها هي لغة حقيقة لا تليق لا بالسياسات الدولية ولا بنمط العلاقات الدولية ولا بالأخلاق الدولية أيضا وبالتالي السوري فقط يتمسك بحلمه هذا وبأمانه بأن يعود بأن يصبح إنسان على الأقل أزنى حدود الشرف أن تتأمن أن تصبح هذه المرأة السورية التي هي تجلس في المخيمات أن تجد حماما تذهب إليه بشكل أنها لا تفقد من شرفها وعفتها شيء أن تستطيع أن تأكل لقمتها بأن تستطيع أن تجلس مع زوجها مثل العالم أن تستطيع أطفالها الذين كبروا عشر سنوات أن يجدوا مجالا لهم في الحياة أن يجدوا في التعليم أن يحبوا أن يتزوجوا أن يذهبوا مثل غيرهم من البشر أتمنى أن تحق أمنيات الشعب السوري ياسر بدوي الكاتب الصحبي السوري شكرا لوجودك معنا وفي الختام تمنياتنا لكم بعام أفضل وشكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر